إحنا دائما لما نتكلم حتى في البرنامج أخياد يعني دائما نذكر كلمة أو عبارة وعد الحياة الأبدية إذا ممكن تشرحنا لما نتكلم عن وعد الحياة ماذا نقصد بهذا الوعد كلمة وعد الحياة ذكرت في رسالة تمثاوس التانية الأصاح الأول عدد واحد لما بوليس بيقول أن بوليس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله لأجل وعد الحياة التي في يسوع المسيح لما أقول وعد الحياة يعني الله وعد أن يهب هذه الحياة صنف الحياة يهب هذه الحياة لمين؟ إن كان الله وعد في الأزل أنه في الزمان من يؤمن بالابن له حياة أبدية فهناك ما يسمى بوعد الحياة يعني وده يقول لنا حاجة جميلة جدا إن المشروع اللي في قلب الله تجاه البشر هو الحياة مش الموت ثقافة الموت والقتل وسفك الدماء مش بتاع ربنا أبدا لكن بتاع واحد قال عن الكتاب ذاك كان قتالا للناس منذ البدء وإن كان الموت منذ البدء والسقوط منذ البدء وسفك الدماء منذ البدء لكن ما هو أسبق من الموت ما يسمى وعد الحياة لأنه من بات الخليقة هناك موت وهناك سفك دماء لكن قبل الخليقة في الأزل في الأزمنة الأزلية في حاجة اسمها وعد الحياة فلما قول ما هو وعد الحياة اللي قال عنه بوليس اللي تمثوس في رسالته الثانية الصح واحد أي أن الله وعد في الأزل أنه في الزمان كل من يقبل شخص المسيح ينال ما يسمى الحياة الأبادية الله يعد بوعد يسمى وعد الحياة وده شيء يشجع كل واحد إن كان ثقافة الموت هي السائدة الآن لكن وعد الحياة في المسيح يسوع هو الذي يتغلب على الموت موسيقى موسيقى